من الأفضل أن لا تحاول لمس هذه السمكة فهي قادر على إصابتك بالشلل تسمى بالإنقليص الرعاد بالرغم من أنها تنتمي إلى فصيلة السلول أو الشبوت تعتبر من أكثر الكائنات الحية قدرة على إصدار الكهرباء من أجسادها فهي قادر على إنتاج ثمانية أضعاف قابس الكهرباء الموجود في منزلك أو ما يقارب 860 فولت كافية لقتل تمساح في لحظات يتكون 80% من جسمها من خلايا متخصصة قادر على إنتاج الكهرباء تسمى بالخلايا الكهربائية حيث تعمل هذه الخلايا كبطاريات صغيرة قادر على إنتاج صحقات كهربائية تستعملها للصيد أو للدفاع عن نفسها ضد المفترسات النبضات الكهربائية التي تنتجها سمكة الأنقليص الرعاد قادر على إصابة أهدافها بالدوار أو الشلل كما أنها تستعملها لاستكشاف البيئة المحيطة وأيضا لتتواصل هذه الأسماك بين بعضها البعض في قاع نهر الأمازون حيث يصبح مدى الرؤية ضيق بسبب الوحل والطين